غسان بن جدو عبد الباري عطوان إبراهيم الأمين وغيرهم من رجال الصحافة والأعلام في العالم العربي يتصدرون قائمة المتابعة من قبل شعوبة الاستخبارات العسكرية عبر مكتب آي مونيتر وهو مكتب الاستخبارات المرئية أوسنت الذي يبني صورة استخبارية قائمة على وسائل الأعلام الكلاسيكية جنبا إلى جنب مع الشبكات الاجتماعية وهو استحدث قبل عقد تقريبا وفق ما كشفت تقارير أعلامية إسرائيلية نحن نأتي من أجل معرفة صورة الاستخبارية المحدثة من وسائل الأعلام التقليدية العربية والدولية والفارسية من التلفزيون والصحافة ووسائل إعلام إضافية وأيضا من الشبكات الاجتماعية أدركت شعوبة الاستخبارات أن الجزء الصغير من الأحجية المطلوب لإكمال صورة الكاملة يوجد أحيانا في وسائل الإعلام وهذا ما يمكن توفيره من خلال المكتب الذي يعمل على مدار الساعة ويراقب الشخصيات في العالم العربي سعيا للحصول على معلومة ذهبية توظف في عمليات اغتيال أو اختطاف أو في عمليات أخرى ذات طابع أمني أو عسكري أو حتى إعلامي وبما يخدم أيضا في الحرب النفسية والحرب على الوعي لدينا اليوم الكثير من المعلومات ونأتي لتنظيم الأمور لمتخذي القرارات وأيضا من أجل استكمال الصورة الاستخبارية والقزل الاستخباري للباحثين في لواء الأبحاث من خلال دمج المعلومات العلنية مع وسائل استخبارية إضافية طاقم المكتب مسؤول أيضا عن معالجة الخطاب الأعلمي وتحليل الاتجاهات في وسائل الأعلام العربية وأعداد خلاصات استخبارية لترسل إلى كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين صحيح أنه لا جديد في الكشف عن المتابعة الاستخبارية عبر وسائل الأعلام المختلفة لكن الجديد يكمن في الحديث عن إنشاء وحدة متخصصة في هذا المجال وعن أساليب عملها وأهدافها ما يطرح أسئلة عن الغاية من هذا الكشف في هذا التوقيت بالتحديد ترجمة نانسي قنقر